مرنان بحري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مرنان بحري مصممة فنية ومصممة ألعاب في مانجا برودكشن في الرياض لماذا تبت تصيري مصممة فنية؟ لماذا تبت تصيري رسامة؟ لا يوجد وظائف لهذا الشيء هنا ترى الرسم لا يأكلك عيش لماذا لم تزوجت؟ دعنا أقول لكم لماذا؟ لم تكن صغيرة كان عندي شغف جدا عالي للرسم كنت أحب أرسم طوال الوقت كنت أحب لما أحد ثاني يرسم معي دحين عشان كنت صغيرة لم تكن أفهم ما يعني أن الواحد يكون أعمى وجدة الله يرحمها لم تكن ترى لكني أجبرتها أنها ترسم معي كنت أقول لها جدتي تعالي أرسم معي بس يا بنتي أنا ما يعرف حتى أكتب جدتي بليزر أرسم معي طيب خلاص وجلست معي ورسمت كتبت حرف الحق بشكل متكرر لأن هذا الشيء الوحيد التي تعرف تسويه لأن اسمها حميدة لأنها كانت تشاركني هذه اللحظة بدأت مسيرة المهنية في عمر 17 سنة بعد جمعت فلوس كفاية لكي أدرس في ذوان أكاديمي في ماليزيا وكنت جداً متحمسة أنه أنا أدخل في المدال الإحترافي وأنه أنا شيء مميز لكن من جداً اكتشفت أنه أنا مني شيء مميز هناك أنه كلهم فنانين وطلاب وكلهم موهوبين فمهما حاولت ومهما فعلت ومهما رسمت لم أكن أحصل الدرجات التي كنت أريدها وحسنت بالرفض في حين الرفض شيء جيد الرفض احترام لوقتك الرفض احترام للوقت لكن أنا لم أكن أفهم ما يعني معنى الوقت بسبب العناد بعدين أهل قالوا لي عن فرصة في كندا لكي أدرس تصميم الألعاب فرحت في جامعة شيريدون كوليج ودخلت في مجال تصميم الألعاب تعرفوا أنه أكتر ناس من فئة اللاعبين حالياً في هذا الوقت هم النساء فوقهم عمر 30 سنة أنا بتكلم على اللي بلعبه كان دي كرش لمشروع التخرج أنتجنا وطورنا لعبة اسمها Detective VR المحقق الافتراضي كنت في فريق جداً خشن التعامل وكانوا يسموني الفنانة الحساسة أو العاطفية وظيفتي في هذا المشروع كان أني أكون الـ Art Director مخرجة الفنون شاملة لكل المشروع والحمد لله بعد التطوير فزنا بالمركز الثاني في الإبتكار التقني والمركز الثالث أفضل لعبة في المعرض كله على مستوى كندا أنا جداً فخور أن أكون جزء من هذا الفريق بسبب الضغوطات الجامعية وبسبب الغربة أتشخصت بالاكتئاب وبالوسواسة الاجتماعية والهلع ولو من دون هذه الحاجات ما كنت سأعرف قيمة التنوير وقيمة السعادة وأيضاً بسبب الضغوطات الجامعية وبسبب كثرة الواجبات وبسبب الاسترس صار عندي متلازمة النفق الرسغي متلازمة النفق الرسغي هي عبارة عن أوتار وأربطة موجودة في المعصم ومجموعة عظام كلها بتتحكم بالحركة في الأصابيع والوظائف الحسية تدمرت عندي تماماً من كتر استخدام يدي في الكمبيوتر وفي الرسم ما قدرت أسوي أشياء بسيطة زي أن الواحد يكنس بنكنس عشان ينظف زي أن أنا أفتح الباب ما قدرت أفتح الباب زي أنه أنا بس أسوي أدفه شيء ممكن يدك تسوي أن أنت تضغط على الماوس وترسل الواجب حقك مستقبل التدمر لأول مرة في حياتي بعد 22 سنة من الرسمة المتواصلة من طفولتي وقفت وتجرت من كل شيء أنا حسب أو كل فكرة أنا توقعت أنا مين؟ مين أنا؟ هنا رسامة؟ محركة؟ فنانة؟ صميمة العاب؟ أنا مين؟ أجرت من كل شيء حسيت نفسي كأن في غرفة مليئة موية وما قدرت تنفس مسؤولية كبيرة أن كل واحد يختار ما هو الشيء الصح يشوفه في هذا الدنيا لكن أنا اختياري كان أن أكون الشخص الذي كنت أحتاجه أنا صغيرة أن أكون سبب عشان يكون فيه وظائف في هذا المجال في السعودية الروحة الإبداعية عشوائية غير عقلانية عاطفية ولأنها الأكثر فوضوية هي أكثر شيء يحتاج تهديب وتدريب بعد أن أخرج من الجامعة جتني فرصة في برنامج توي أنيميشن في اليابان بالتعاون مع مانجا برودكشن للزمالة والتدريب بعدها على طول الحمد لله أتوظفت معهم بلاتوست بسبب وظيفتي رسلوني على ماليزيا مرة ثانية وذلك المرة ليس أن أنا طالبة ومبتدئة ولكن أنا كنت مشرفة على 14 طالب وطالبة سعوديين في مجال صناعة المحتوى ليس فقط أن أشعر نفسي كأنني بطول في المراية عندما كنت أتعامل معهم وأنني كنت أرى فيهم نفس الضغوطات ونفس التحديات ونفس الشغف وأنني كنت جدا فخورة وأنني كنت في جزء من مشوارهم لكن كان تجربة جدا رائعة وأكرر الروحة الإبداعية عشوائية غير عقلانية عاطفية ولأنها الأكثر فوضوية هي أكثر شيء يحتاج تهديب وتدريب لحين مجال صناعة المحتوى في المملكة العربية السعودية ما زال في بداياته ما زال شيء جديد ونحن لدينا الخبرة الكافية لكي ننتج محتوى ذو قيمة عالية وأخلاق وجودة عالية ولكن نحن نشدين نحيل في مانجا حاولنا أن نتحدى هذه الأشياء وننتج عمل في النهاية أنتجنا شيء وقلنا دعي العالم يرى ثقافتنا دعينا نسلط الضوء على تاريخنا دعينا نعبر عن أنفسنا وأنتجنا هذا العمل أعطينا وأنتجنا أعطينا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة